رغم الإقبال غير المسبوق على الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية التي جعلت حتى المرضى والعجزة يشاركون بقوة لتحطم هذه الانتخابات رقم التصويت في عام 2018 وتبلغ 88.92% لكن الناخب التركي لم يحسم قراره في اختيار رئيس له مرجئاً الأمر إلى جولة الإعادة ووفقاً لرئيس اللجنة العليا للانتخابات أحمد ينار فإن جولة الإعادة ستجرى في 28 من أيار الجاري وهو اليوم الذي ينتظره سيناريوهات عدة منها أن يظهر سينان أوغان المرشح الذي أتى ثالثاً بعد أردوغان ومنافسه كليتشدار أوغلو بصورة صانع الملوك سيناريو جاء على أساس أنه أوغان قد يتحلف مع كليتشدار أوغلو ليمنحه نسبة الخمسة في المئة التي تحصل عليها في الجولة الأولى لكن ذلك مشروط بعدم تقديم كليتشدار أوغلو تنازلات للأحزاب الكردية وهو ما يعني أن منافس أردوغان سيذهب طواعية لخسارة 10% من أصوات هذه الشريحة من أجل عيون مرشح تحالف الأجداد وهناك من يرى أن كليتشدار أوغلو لا يحتاج لأصوات سينان ذلك لأن تحالفه بالأساس سينهار لسيما بعد أن تحصل حزب العدالة والتنمية وحليفه على أكثر من نصف مقاعد البرلمان ما يعني أن حلم تحالف الطاولة السداسية بإعادة النظام البرلماني قد تحطم على واقع النتائج لكن في المقابل هناك من يرى عكس ذلك وأن هدف إزاحة أردوغان سيكون دافعا أقوى للمعارضة التي أطاحت بفريقها الإعلامي في الجولة الأولى واختارت أن تسلم دفته إلى أكرم إمام وغلو من أجل تحقيق ما أخفقت فيه في الجولة الأولى وهو الهدف الذي على أساسه بني التحالف ودعم غربيا لكن الغضب الذي أبداه المرشح الرئاسي محرم إنجا على المعارضة واتهامها بأنها تتحالف ومن وصفهم بالإرهابيين والعمل ضد مصلحة البلاد يجعل أنصاره مدفوعين للتصويت لأردوغان ما يعطي أفضلية للرئيس الذي سبق منافسه بأكثر من مليونين ونصف المليون صوت الثامن والعشرون من الشهر الجاري سيكون لا محالة يوما صعبا على الجميع لكن وبعيدا عن كل التكهنات والسيناريوهات يبقى الأمر بيد الشعب التركي شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة